مساء الجمال الاهلي بطل الصوبر الافريكي اهلي ونهضة بركان اتنين صفر الاهلي متعود على البطولات الشوت الاولاني كان ممكن البطولة تضيع من نادي الاهلي نهضة بركان كان منظم جدا وضيع اهداف وفيه لعيبة من نادي الاهلي كانت هتطرد لكن حظ النادي الاهلي ومسيما كويس ان الحكم تغاضى عن الطرد لكن كانوا هيتطردوا بجد شوت تاني محمد شريف في بداية وانقذ النادي الاهلي وموت بقى امال موضوع نهضة بركان يفضل مستمر طبعا وعامل السن للعيبة نهضة بركان ما قدروش يستمروا في الشوت التاني اه قبل ما انسى شرفني بالشراكك في القناة واعمل لايك للفيديو ومشاركة للفيديو عشان الفيديو يستمر طبعا التشكيل العجيب كان هيخسر الاهلي النادي الاهلي في المطشاط الاخيرة في الدوري وفي الافريقيا المطشاط اللي بتبدأ ده بحسن الشحات وطاهر وشريف الاهلي خسرها والمطشاط اللي كان بيلعب صلاح محسن جنب شريف كان الاهلي بيكسب وكمان بيقدم مباراة كويسة لانه بيوصل للمرمة النهاردة الشوت الاولاني تقريبا النادي الاهلي ما وصلش للمرمة تقريبا ما فيش حاجة خالص الشوت الاولاني بسبب التشكيل السيء نهارة الدوركان كان هيتقدم وكان هيسجل اهداف لكن التوفيق والشناوي طبعا كالعازة عملاق في نقطة مهمة جدا ممكن بقى مهاجم تسعين ديار ما تحسش به في مهاجمين كده ما تحسش به تسعين ديار لكن اللعبة واحدة يخليك تشيل الدرع وتشيل الكاس وتبقى البطل لعبة واحدة من مهاجم تخليك تبقى البطل محمد شريف من النوع ده محمد شريف رغم نهضة بركان الشوت الاول كان افضل من الاهلي انما ابتدى الشوت التاني رح مخلص هدف عالمي وفي نفس الوقتة برضه ممكن مدافع ما تحسش به تسعين ديار لكن يعمل خطأ واحد يخسارك بطوله اللي كان هيعمله ياسر ابراهيم النهاردة ومحمد وايمن اشرف ايمن اشرف من ناس اللي لا بحبه وروحها عالية جدا لكن في فرق بين الروح العالية وفرق بين التهور في فرق بين الحاجة مش طبيعية انت ضارب برجلك في بداية المطش ضارب برجلك في وش الرجل خدت كارتة اصفر يا ايمن اشرف تيجي الكرة اللي بعدها هتمسكوا الكرة بيدك وترميها في وش الرجل الفر يندهل الحكم مفروض كارتة اصفر لأيمن اشرف بس قلت الحمد لله الناس عملوا مش واخدين بالهم ياسر ابراهيم واخد انذار ودخل الزحلق في الكورة في اخر ثانية اللي الزحلق وكانت ما بين ضربة الجزاء والفاول وربنا سطر انها ما تحسبتش جوة وتحسبت برة وعدت بس كان برضو مفروض الحاكم ديله انذار وكان الاهل هيلعب خمسة واربعين دقيقة ناقص واحد المسلمان عجبني جدا في تغيير ايمن اشرف وتغيير ياسر ابراهيم اعمار نهدت بركان نهدت بركان فريق منظمة شرط الاولاني شفناه قافل كويس جدا عنده مهاجمين كويسين جدا عنده محسن يجور والعشير وكروش والهلالي وفرحاني اهضر فرصة في نهاية الشرط الاولاني يجون مليون في المية كان النادي الاهلي هيطلع الشرط الاولاني مغلوب واحد سفر زي ما قلتلكو ياسر وايمن كانوا هيخسروا الاهلي بالتحور بتحهم النادي الاهلي الكسب النهاردة علي معلول في رجوعه وجود علي معلول في الملعب في الشرط التاني تحس عمل تقلل النادي الاهلي النادي الاهلي كسب النهاردة رجوع علي معلول ونزل فتحي كويس جدا ولا يمكن لا يمكن اخفل تغيير تغييرت مساماني بحسين الشحات الديق 66 لما نزل صلاح محسن مكان حسين الشحات لان صلاح محسن بيعرف يتعامل على المرمى احسن من حسين الشحات حسين الشحات بيعمل كل حاجة الا ينهي النهاية بتاعت وحشة جدا بيخاف بيكش بيخاف ان الجمهور يلوموا بعد المطش فبينهي وحش لكن صلاح محسن بينهي بامتياز عشان كده التغييرة دي كان لها عامل السحر ان الاهلي يوصل ويسجل زي ما قلتلكم محمد شريف منكز لان نادي الاهلي شرط الاولاني ما فيش حاجة خالص محمد شريف اول تقريبا دقايق في شرط التاني خلاص بقى ادى ثقر نادي الاهلي ونادي الاهلي طبعا معروف عنده خبرات بالبطولات والنهائيات شكرا لنهضة بركان فريق منظم جدا زي ما قلتلكم الشرط الاولاني كان افضل من الاهلي لكن الشرط التاني مع الهدف اللي جابه الشريف والثقة اللي عبت النادي الاهلي والتغييرات مسماني لا نهضة والاعمار بتاعت نهضة بركان كلهم اعمار كبيرة قوي فالشرط التاني الجري بتاعهم قال وقاله في المستوى مبروك للنادي الاهلي كالعادة متعود على البطولات وهرض لنادي نهضة بركان وتحياتي للشعب المغرب الجميل اللي بيتابعني على طول وده يشرفني اشترك في القناة واعمل مشاركة للفيديو واعمل لايك للفيديو شكرا اشترك في القناة